أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين معنا خبر مهم جدا ويعتبر من أخطر الأخبار اللي أنا شفتها وكمان التحذير هنتكلم عنه خلال هذا الفيديو ولكن قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس الخبر اللي انتوا شايفينه معايا هو نازل على موقع اسمه سابق بيقول ستغرب الشمس ولن تعود إلى بعد 143 يوم المسند يستشهد بالقرآن ويوضح اللي حصل إن قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا نائب رئيس جامعية التقص والمناخ بالسعودية الدكتور عبدالله المسند إن الشمس اليوم ستغرب بإحدى الجزر ولن تشرق إلا في 2 مارس من العام المقبل 2023 جزيرة على كوكب الأرض مش هتشوف الشمس من أول النهاردة لغاية شهر 3 في 2023 يعني حوالي 143 يوم والكلام ده نازل على حسابه على تويتر موضحا إن هذا الغروب الذي سيحدث سيكون في شمال جزيرة جرينلند وده تعتبر عجوبة أو في آية في القرآن تكلمت على هذا الأمر إن الليل هيكون صرمدي بمعنى هيكون أبدي أو يعني بمعنى إنه هيكون لمدة طويلة فده برضو بعرفنا عن أهمية الشمس وإفرد لو غابت عن كوكب الأرض إلا هيحصل لنا إحنا كبشر والكلام ده مش غريب علينا الكلام ده نازل على موقع تاني اسمه البوابة بيتكلم عن تحليل مهم جدا 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 وهو إذا غابت الشمس أو إذا اختفت إلا هيحصل بالزبط وإلا حصل للأرض ساعتها لو غابت الشمس وبالفعل الكلام ده حصل قبل كده يعني ده مش حاجة مستقبلية الكلام ده حصل قبل كده الخبر هو بيقول بعد ما انتشرت عبر مواقع عالمية تفسيرات لعدد من العالماء حول دخول الشمس في إطار الحجب اللي إحنا فيه ده حاليا ولسه ما اكتملش ولكن إحنا فيه حاليا ما قد يتسبب في تجمد الطقس والزلازل والمجاعة حيث طاقة حاليا الشمس في فترة اسمع الحد الأدنى للطاقة الشمسية ما يعني إن النشاط على سطحها انخفض وبيعتقد الخبراء إن أنا على وشك الدخول في أعمق فترة من انحصار أشعة الشمس المسجلة على الإطلاق مع اختفاء البقع الشمسية فعلا كلمة اختفاء البقع الشمسية ده دليل على إن الأشعة بتاعت الشمس بدأت تقل أو الطاقة اللي بتطلع منها بدأت تقل وبيفكر الكثير من الناس في حال جاء يوم واختفت الشمس ولم تظهر في السماء وتنير الأرض ماذا سيحدث على الكرة الأرضية؟ فهناك الكثير من التأثيرات السلبية التي سوف تحدث نتيجة غياب الشمس والكلام ده حصل قبل كده سنة 1790 وسنة 1830 ده أدى إلى فترات من البرد الكارس وفقدان المحاصيل والمجاعة وانفجارات بركانية قوية وانخفضت درجات الحرارة بما يصل إلى 2 درجة مقوية على مدى 20 عام على مدى 20 عام شتاء أو عصر جليدي يعتبر كبير جدا بس الكلام ده من قريب مش من بعيد ده سنة 1790 و 1830 يعني أنا مش بتكلم قبل الميلاد مثلا ما أدى إلى تدمير إنتاج الغذاء في العالم وبتلعب الشمس دور أساسي في حياتنا فالشمس تمدنا بالضوء والحرارة وهي المسؤولة عن إنبات طعامنا ويعول البشر في المستقبل على الشمس كمان لتزويدهم بالطاقة لتعودهم عن الوقود الأحفوري اللي بيأتيهم من البترول والفح لأن إحنا عارفين البترول ده قرر بيخلص مهما هنستخدمه أكيد هيجي عليه وقت وينتهي فالناس هتبتدي إنها تستخدم الطاقة الشمسية في الكهرباء والكلام ده ولكن الأرض اللي هيحصل لو الشمس ما جاتش ستغرق الأرض بالظلام طوال الوقت ولكن حتى ذلك الظلام سيكون أكثر ظلمة من الليالة التي نعرفها لأن دوق الأمر وباقي الكواكب هيختفوا المشكلة الأكبر هي فوجدان الجاذبية في الوضع الطبيعي لأن الأرض بتدور حوالي الشمس والأمر بيدور حوالي الأرض فلو اختفت الجاذبية دي كل الكواكب هتتغبط أو ممكن تغبط في بعضها لكن نفترض كده أن الأرض نجد بالصدفة من الارتطام بكوكب آخر يبقى علينا مواجهة مشكلة أكبر النباتات هتموت خلال أيام نظرا لأنها بتعتمد على دوق الشمس في البناء الضوئي والحيوانات هتموت تباعة لأنها مش لقية النبات اللي هتاكلوا بعد ذلك سنواجه أزمة غذاء كبيرة دون حرارة الشمس وتبرد الأرض بسرعة في أول أسبوع هتنخفض 35 درجة و150 درجة بعد أول سنة وتصبح سطح الأرض غير قابل للحياة بمعنى أن الشمس دي مهمة جدا للحياة عمتا ككل مش للبشر فقط ولكن لكل أنواع الحياة على الأرض فدي عبارة عن نظريات ولكن ده المستقبل يعني فيما بعد في النهاية الأرض لو الشمس اختفت تماما لكن هيا بنتكلم هنا على حجب الشمس بمعنى أنها ما تكونش موجودة لفترة معينة وده هيأثر علينا بالسلب بشكل يعني مميت فالخبر ده فكرني بهذه النظرية أو مش بهذه النظرية بهذا البحث العلمي أن الشمس هتغيب عن جزيرة لمدة 143 يوم هيبقوا الناس اللي في الجزيرة دول عايشين في الظلام لكل الأيام دي ما يشوفوش نور الشمس فيها ولا نهار ولا ليل ولا ليهم أي حاجة غير السواد بكده نكون انتهينا من هذا الموضوع محتاجة تعليقاتكم آآ عن الخبر شكرا لكم وأتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وهاريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس